ضف المتحدث الرسمي أن المباحثات قد تناول التطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع والتي خلفت ألاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين فضلا عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع حيث أكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضهم أو نزوحهم داخليا مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقا حقيقيا في التخفيف من معاناة أهالي القطاع مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة كما أكد الجانبان أيضا أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاطق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية مشددين على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي اشتركوا في القناة